سنين عجاف يدوم الظلم فيها حليف حياتك اليومية والليالي الشبيهة بها كثيرة موحشة في الخفاء إذن أو خلصة تكشف الأوراق كما في كل مرة عن قضايا غريبة لقصص فساد تشبه الخيال عنوانها فساد الكهرباء لكن حدث ولا حرج يحصل هذا في العراق وقل إن شئت حصرا يمكث سوء الإدارة وغياب الرقابة وينخر الفساد في شبكة البحث عن حل جدري لقضية خرج العراقيون لها ويخرجون في كل موجة لمطالب مشروع لم تتحقق عاصفة من تيار الإصلاح هي إذن ما يحتجه العراق بعد أن تصدر عنوانا أبرز بين دول العالم وشعوبها أنه أرض الموارد الطبيعية فيما هو الفقير بخدماته الأساسية شلل وعود يتكرر على المسامع في كل موسم يدق جرس الإنذار من سيولة تهدر خزينة الدولة بعد أن بات الفساد بأشكال عدة لك أن تراه على هيئة مسؤولين أو على هيئة عقود وشركات تفضح المستور في كل فصل جديد من السرقات وسوء الإدارة أما الغليان الشعبي الذي لن يهدأ كلما تعمقت قضية فساد الكهرباء على وقع قصص تظهر بين الفينة والأخرى تغيب الأمل بوعود لا تنفذ ووجوه فساد ترتفع دون رادع وهو ما يقدم غياب أفق يدعم أهمية قافلة اللجان التي تحقق في كومة من القضايا أمام استمرار لأزمة لا يجد العراقي ما يلمسه من واقع خدمتي ينهي ظلام المدن في صيف أو شتاء أو لك أن تجزم بمصير شعب تجرع ويلات فساد الكهرباء في زمن الشحي وزمن انقطاع أسلاك الأمل كما هي أسلاك الكهرباء التي لم تصل بيوت معظم العراقيين ترجمة نانسي قنقر